وعندي الولد الذي يردون أنه مريض وقالوا لي ميكروب سأعطوني سأعطوني سحليل وعندهم سأعطوني سحليل وعندهم أعطوني سحليل زاد فاف ستاشف شر ستاشف شر لاندي الدار قلق عادي ودور كنترول هو القلب أنا الذي لم أعرفه فأنا أجبت له درشت لحالة الولدي قلبته وصلت الفمه لم تتشغل ولم ترغبت للمشاهد الشهادة عادي لأنه لا تزاد بقي ما لديه أكسيجين كافي وقعدنا ندري هنا مدة 4 أيام أصفرنا في الدينة أدتوا الطبيب دبانيو فصلت وقالوا لحقارة شرب شميكرو هاكدير هذه التحاليل هادوم شدرتهم 45 الفرنك 9000 ريال والله لا يوجد لي ماذا عمدي والمشاهدون ماذا أمور نحن أخذ دار ماذا أصبح من أجيب الله قالوا لحقا 45 الفرنك عاود تحاليل البيان بولا هاو تاني عاود تحاليل البيان بولا قال كاسيدي رخص ندير المحمد الخاميس للقلب ما شيء يوم ليس يفتح نحن جمعنا سيجعبنا جميعهم بجلبوه بشكلفوا لديهم أما يستطيعون أنهم سيجعبون لي أن يقومون بهم فاو ما ديننا أعطيه هنفلا بينا نسطدين المحمد الخاميس اكتشفنا بأنه دري عندي عنده تقبع في القلب دياله رضينا له بطوصي اللي اعطيه الطبيب فاش بقينا تنظروا معهم قال كاسيدي الطبيب كونجي ما يمكنه يدخل داباع لقبل ولدك انتايا ونحن هنا لا اكسجين اصطناعي احنا يمضي بطانينه باكسجين عادي قلت له هم اعطيوني ولدين بديه نشوف الناس اللي يتشف على الخير يساعدوني قال كل ما تخرجوش وصير قلب انتامنا براع لالناس اللي تساعدك وهذه ممكن احنا نعطيوك الدري ولدك مشيت القلب ومشيت نجري عندي غير الله والام ديالي انا يتم من الاب عندي الام ديالي والحلالة حالة الله لائلة ديالي تهي الكمال لي لا يساعدتني بذلك شيء يقدع عليه ومولانا سبحانه وتعالى دبع انا كنت طلب من الله ومن استيدنا اللي يخليهنا والاسرة العلوية ياخد لي حقي من هذا الطبيب رقم 16 يوم وولدي ناس عندهم وضمروه لي وهو ماتوا هنا ضحية ديال الطبيب لم تتعالج متى شيء يقولوا لي احنا بغير له اكشيزين توقبه في القلب ودير له اكشيزين عادي ولم عندهم شيء الذي ستقدر تداويه او تشافيه حطيه نغيع الله تماعي ودير له ثيره هنا كانوا دير له في الديه ازرقت لي الديه وديره من الدير كبوله هنا فراسه وديره مقرع له ثلاثة ديالبتقرائعات من هنا ومن هنا ومن هنا دير له تيوه هنا وتيوه هنا قلت لها اشريفة وغوت قلت لها احنا ما عندنا ما نديره لك من هنا شوف شيء جمعيه خيريه او شيء حاجه لتساعدك احنا نجريه من الطبيب وانت جريه من براه هم ما جريه وما ديره او شيء الكلمة الوحيدة اللي كان سمع من عندهم هي ان الابن ديالك رخصه يمشي الفاس قلت لك هو الطبيب الوحيد اللي كانت معي قلت لك سيديرها مصافر وهذه ثلاثة ديلة وثلاثة جاعة وانت وعد الناس الذين سيساعدوني وجمعت الوريقات وانت وجدت الضري بعد ذلك وانت مرد من الكلام قلت لها وعدك قلت لك وقد قلت لك على الحرة مستقرة حنا وانت اصبت الضري كما تنظره وغلت بحالي لم يكن على الكلام ولا أصدروا معي ولا شيء اليوم كملت كل اجراءات في البلدية وفي العاملات وانتظرت دخلتني الطبيبال عند البيروس وادت علي قال لي ربنا نفرحك ولاني لا الى الله رديه من الله وولدك مات قال لي فوقاش الدم الأمنة أمنتو وقال لي تال الصباح فشبت فيه قلت ناخد وولدي ويعطوني الورقة ديال الوفاة دياله باش نفنه قالوا لي بأن الدري كاتبنا له في الزرو بأن الدري مات مع الربعة ديال العشيات البارع بعدما أنا مشيت مع الوحدة ونصف مرة بساعة ونصف لجزء سواء مات لي الدري عندهم مني ميلو ديال تليفون ديالي ما تصلوا بيا ما هادروا معايا ما تشي حاجة أنا مشيت اليوم غيزهر نشوف ولدي في الزيارة اكتشفته بالنمات 15 يوم وولدي ملاوعة عندهم بلتاشي حاجة وتنمشي نظر يومين تتبليل حالة يوم على يوم تتسوع البارح تنزرق من وجهه وغلاط الوجه أنا مطبيب ما قالوا اكتشفت اكتشف ولدي الزرقية عندنا والتنفخ وحيدوا له تيويات من يدي مستقلهم له هنا يا فراسو فأجلت لهم ردريك نشوفه ما شي هو هذا وجوه وغلاط له قالوا لي احنا لأطباء عرفين الحالة دياله الحالة دياله مستقرة شته لايعة ونخرج ركينا الناس خرق ستدخل تشوفوا ولادها طبي ومشي ناتو الدول محمد الخاميسي ديالراديو قالوا لي اجي تتصلوا معي بالتليفون قالوا لي اجي تتصلوا معي بالتليفون قالوا لي اجي تتدي والدك معهم في لابيرانس لمحمد الخاميس يعني يقولوا البارح والدي فاسمت مع ربعات العشية لماذا لا تتصلوا معي؟ هي تمشيت اليوم ثالثة العمل ديالي في إجراءات اللي تنجمع والوريقات اللي تنجمع لكي كانوا يستعدوني شماعات خيرية كانت هذه تتساعدني لماذا تمشيت نشوف هؤلاء الزيارة مع الوحدة ونص ما خلقوني ندخل البارح ونحطينهم قالوا لي الطبيبة اجي عندي دخل عندي الداخل دخلت لعمل الطبيبة الداخل قالوا لي كنا بغي نفرحك واني لا اله لا الله وانذكره مات قلت له في 8 وقت مات قال لي مات هذا الصباح هذا فاشهبت للفريق وقلت لتحط نجيب ولدي وعطوني الورقة الورقات دياله واني لديه وقيت الورقة المكتوبة لديه وقيت السيد قال لي هاي الورقات وانت مع ربعات العشية ديال البارح في انت صوني واعلي يا البارح فاشمت مع الربعات خلقوا يتالي يوم ما مخبريني موالو تمشيت غير وقت الزيارة وممكن يكون تمشيت وقت الزيارة لا يخبروني ولا يغوتوني تلق الدليعة أو تانية عاد المشروع الزيارة لكي يخبروني انا عرفت ما هو السبب على ما يجعلون مع هذا السيدة جبتوا معي وكانوا بغين يعطيوه لي بلالا بنانس بلالتشي حاجة قال لي إذا ما عندك واحد من العائلة عنده الطانوبيل التي تخرجوا فيها يمكن تنزوها كاكتلوها في ملايات وما تخبرش مولد تاكسي وبحالي لاولد كراغي مخرجوا من الطبيب يلاولد هاتلك المرأة رعدات ديالناس بحالي ضواحي ما تنسوش تشاركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الجماعي وتفعلوا زر الجرس بش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة